التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول كونستنتينوس فلوروس رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليمية والدولية الراهنة ونعكاسها على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والامنية منها وقد اجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى رئيس اركان حرب القوات المسلحة نظيره اليوناني وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وارساء دعائم الامن والاستقرار بالمنطقة من جانبه اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية معربا عن تطلعه لمزيد من التنصيق بما يلب المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة